السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم درسا جديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد قبل أن تتبع الفيديو انتبه إذا ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر الجرس ليصلك يوميا فيديو جديد بإذن الله في هذا الفيديو نأخذ عشر تمارين نتدرب على استخدام WAS و WHERE في اللغة الإنجليزية كما نعلم باللغة الإنجليزية لدينا verbs to be أفعال الكون in the present am is are in the past was where في الفقرة أولى بشكل سريع نتكلم عن استخدام WAS و WHERE متى استخدمهم الفقرة الثانية نأخذ عشر جمل ونتعلم كيف أختار WAS و WHERE في اللغة الإنجليزية الحب يتابع قبل أيضا تكلمنا عن فيديو لكن بشكل مفصل جدا في هذا الفيديو فقط نأخذ تمارين مباشرة نطبق عليها استخدام WAS و WHERE كما نعلم I, he, she, it we, they الضمائر بحالة الفاعل في اللغة الإنجليزية أفعال الكون am is are ننتبه am معنى تكون is يكون are يكون I am يعني أنا أكون he is هو يكون she is هي تكون it is هو وهي يكون غير عاقل we are نحن نكون you are أنت أنت أنتما وهكذا they are هم يكونوا لاحظ am في اللغة الإنجليزية فقط تأتي مع I he, she, it نستخدم معها is we, they نستخدم مع R لكن درسنا عن WAS و WHERE والماضي من is was البعض تسألوا شو الماضي من am لا يعرف إذن الماضي من am was يريد أن أقول I am يعني أنا أكون I was كنت أو أنا كنت we, they إذن نستخدم are بل الماضي where يعني we are نحن نكون we where إذن كنا إذن الماضي من are where أيضا ننتبه was تستخدم مع المفرد كيف يعني؟ إذا كان أحمد نستخدم was إذا كان أحمد and Mary أحمد و Mary نستخدم where إذن مع الجمع نستخدم where مثل كلمة the student الطالب نستخدم بعدها where لكن the student الطالب واحد نستخدم معها was إذن نبدأ بأول جملة who space with us at the birthday party party حفلة birthday إذن عيد ميلاد birthday party حفلة عيد الميلاد إذن نستخدم حرف الجر at at the birthday party لاحظ with us يعني معنا with us نقول with me معي with him معه with her معها إذن على حسب الضمير اللي أستخدمه الآن هو من لاحظ في هذا الجملة لا يوجد فاعل الفاعل نحذف هو ونضع بعدنا عنها الفاعل إذا لم يكن هناك فاعل بالجملة عند إذن باشرة أستخدم was إذن نعرف أن was كان وأيضا where كان يعني من كان معنا في الحفلة أو في حفلة عيد الميلاد لاحظ لا يوجد فاعل إذن مباشرة أستخدم was بحالة المفرد أقول who was with us at the birthday party لكن إذا كان هناك فاعل مثلا أقول who كلمة people إذن من كان من الناس بهذه الحالة نستخدم where إذن مباشرة هذا مكان الفاعل لكن هالمكان هذا لا يوجد فاعل فقط أسمى الاستفامه عنده إذن نستخدم was بحالة المفرد متى أستخدم where إذا كان فاعل بالجملة مثلا أقول who where the people يعني من الناس الذين كانوا at the party في الحفلة عنده إذن في عدنا كلمة people هي فاعل عنده إذن استخدم where لكن هنا لا يوجد فاعل بهذه الحالة استخدم was بحالة المفرد كما قلنا was بحالة المفرد where بحالة الجمع can you tell if they prepared هل بمكانك أن تخبر أو تعلم can you tell if if they prepared نستخدم was where كيف أعرف ننتبه قبل space قبل الفراغ عندنا they هي الفاعل كما قلنا I هي شيئة نستخدم was لكن we you they استخدم معها where إذا إجابة where can you tell if they were prepared هل هم كانوا جاهزين أو هل هم تجهزوا he a very sensible member of the class لاحظ كلمة since has نحذف الإ ونضع IBL تصبح sensible معته حساس member عضو أو فرد مثلا a member of the family إذن عضو من العائلة يعني فرد من أفراد العائلة أيضا فرد من الصف إذن شخص حساس أو فرد حساس في الصف إذن حساس جدا very sensible هل نستخدم was أم where لحظ he دائما he should الفعل بعد is إذن نستخدم was إذن تصبح he was كان شخص حساس جدا في الصف أو فرد حساس جدا إذن منبر فرد أو عضو أو شخص they walking around the lake lake around حول walking يمشي they walking اللحظ ing مضافة للفعل نريد أن نستخدم was or where الفعل they إذن نستخدم where إذن تصبح they were walking كانوا يمشون نسمى زمن هذا past continuous إذن ماضي مستمر يعني كانوا يعني كانوا هم لكن لا نقول كانوا هم بالعربي كانوا يمشون حول البحيرة إذن نستخدم where لماذا الفعل they we excited about that championship game championship معات بطولة game لعبة النهاية أو البطولة excited منذهشين أو منذهلين أو متحمسين about حول نستخدم was where إذن مع we نستخدم where we were excited about the championship game يعني كنا متحمسين حول لعبة النهاية أو البطولة she my best friend best friend صديق my best friend صديقي الأفضل وصديقي المفضل لاحظ مع she دائما استخدم was تكون فيها s she was my best friend أحمد and mary يعني أحمد وماري إذن جمع يعني they هم بهذا الحالة أكيد نستخدم where playing together as a team together يعني سوية أو معا as ك نحفظها as ك a team كفريق كفريق واحد إذن together as a team نحفظها together as ونكمل الجملة أحمد وماري were لماذا لأنه جمع ودائما were مع الجمع was مع المفرد أحمد وماري were playing together as a team كان أحمد وماري يلعبان سوية كفريق أو كان يلعبان سوية I excited about إذا مندهش مندحمس منذهل about أو عن كتابة جديدة لاحظ was where لدينا الفاعل I دائما نعلم I am بالإنجليزية I يعني أقول I am أنا أكون الماضي من am البعض يظن أنه where وهذا خطأ لا أقول I where أستخدم I was لماذا كما قلنا am و is الماضي منها was وعدنا are الماضي منها where am و is يكون الماضي was كان are يكون الماضي where كان إذن was where ترجمتهم كان كنت متحمس لكتابي الجديد my new book we scared of thunder نحفظ كلمة scared خائف of من scared of خائف من thunder we بداية الجملة أفعل we مباشرة بدون تردد أستخدم where we were scared of thunder يعني كنا خائفين من الرعد ممكن شخص يقول ماذا كيف نكتب كنا هنا يختلط على الأمر خلاص أعرف من تسمع كان مع تواز where كنا يعني نحن يعني we we نستخدم معها where we were scared of thunder سامي happy yesterday happy سعيد yesterday yesterday البارحة إذا سامي happy yesterday اللحظة الفاعل سامي singular مفرد وأيضا يعني he دائما هي شيئت أو إذا كان مفرد نستخدم was تصبح سامي was happy yesterday كان سامي سعيد البارحة بهذا الشكل هنا درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن استخدام was where كما نعلم الماضي من am was is was r where وعندنا was كان where كان was مع المفرد و where مع الجمع أتمنى أن أقدمكم الفائدة إذا أعجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته